قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إن أولوية المجلس الانتقالي هي السعادة دولة الجنوب في المفاوضات السياسية المقبلة وخلال تصريحات لوكالة السوشايتد بريس قال الزبيدي إن المجلس الانتقالي لن يوافق على أي حل لا يتضمن حق الجنوب في استعادة دولته كما أكد أن شعب الجنوب هو من سيحدد الشكل المستقبلي لدولته عبر الاستفتاءة وفقا للقانون الدولية شكرا